بين الجمهور والجمهورية وبين رجال الدولة والدولة ذاتها يعمل الكل تحت راية واحدة ولكن لكل طرف اجندة مختلفة هذا ما تكشف عنه التصريحات المتواردة بين الفترة والاخرى عن رجال اقسم اليمين الدستورية بالحفاظ على النظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن واستقلاله وبالمقابل يظهرون بين فترة واخرى بتصريحات وتحركات على الضد من هذا القسم وعلى ضد من التوجهات العامة للنظام السياسي بينما هم جزء لا يتجزأ من مكوناته هذا التناقض يضع اكثر من علامة استفهام عن سر هذا التباين في الخطاب السياسي للشرعية وخصوصا وهو يصدر في اطار دوائر ذات اهمية سياسية وامنية فقبل اسابيع ظهر مستشار الرئيسات الدكتور حيدر ابو بكر العطاس في احدى شاشات التلفزة يقول ان الجنوب سيستعيد دولته خلال الاربع السنوات القادمة كدولة مستقلة اعتقد ان احنا استعيدها قبل اشرينات هذا القرن وضعنا مخططات معمارية تحدث عن فترة قريبة جدا ان شاء الله اربع سنوات القادمة لازم يكون الجنوب بمشاعة الله بمشاعة الله ولكن هذا يفترض بشروط كل الجهود كل الابناء الجنوب فيما نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يتمنى ان تطول الحرب في الشمال حتى يرتب الوضع في الجنوب تصريحات تلو اخرى تصدر من رجال الدولة وكما هو معروف ان ما يصدر عنهم يعبر عن الدولة يأتي هذا بالتزامن مع اجراءات اقصائية اتخذت بحق مواطن المحافظات الشمالية في محافظة عدن من قبل قوات الحزام الامني والتعامل بشكل تعسفي مع ملف جرح المقاومة في تعز وغيرها من القصص المستعصية على الفهم كثير من المراقبين قالوا ان تلك المواقف والتصريحات التي تطلقها بعض النخب الجنوبية يمضي متسقا مع مصالح المخلوع صالح وشريكه في الانقلاب ناهيك عن المكاسب السياسية التي يحظى بها المشروع الايراني في المنطقة من خلال هذه الاصوات التساؤل الاكثر حضورا الان عن موقف الدولة ازاء هذه التصريحات وعلى ماذا تراهن الدولة اذا لم تكن قادرة على توحيد خطابها وعلى العمل بطريقة موحدة لاستعادة الدولة من الانقلابيين ومن ثم اعادة ترتيب البيت اليمني على اساس ما افرزته مخرجات الحوار الوطني القائمة على اعتماد نظام الاقاليم واصلاح النظام السياسي على اسس العدالة والمواطنة المتساوية ودولة القانون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة